اهلا ومرحبا بكم معزا المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما كثير منكم قد طلعوا أو شاهدوا كثير من الوزراء في أوروبا وفي العالم مثل ما ندعي في العراق مثل ما تدعي هذه السلطات التي تحكم في العراق ونعمل فيهم ثلاثة تدعي بالديمقراطية والحرية والنهاء يعني تماثل أو تتفوق على بلدان كثيرة في العالم بدمقراطيتها وحريتها كثير منكم وكثير مننا شاهدنا وسمعنا وقرأنا عن مسؤولين في بلدان كثيرة يسألوا المواطنين ويسألوا برلمانيين عن بعض المعلومات ويخطأ بيها يعني الوزير أو مسؤول يخطأ فيه يعني بدلا من أن يقول الرقم 6300 مثلا يقول 6200 880 يغضى العشرين وإذا بيهم هم متأكدين أن الرقم 6300 فيقولوا له 6300 أنت كاذب فيعتبرونه كاذبا ليش كاذبا لأنه كذب على من انتخبوه ويكذب على الناس ويكذب بالأوراق وما يقبلوه وشاهدنا كن واحد من المسؤولين في أحدى الدول شاء لور موب يعني بصندوق القمامة هذا واقع الحال هذا عندما يكذب كذبة بسيطة كيف مع سلطات أدنى بالعراق من عام 2003 لحد الآن 21 سنة يكذبون على الناس ويكذبات كبيرة لكي يروجوا لكي يسوقوا لوجودهم لكي يستمر وجودهم بالسلطة هذه كارثة كثيرة كبيرة جدا واحدة من هذه الكذبات الكبيرة والتي يبررون بها أفعالهم وزارة التعليم العالي تتحدث قبل أيام بيان أصدرت وتتباهى به أن احنا أكثر من 6700 طالب أجنبي سجلوا في الجامعات العراقية أكثر من 6700 طالب أجنبي سجلوا في الجامعات العراقية الله أكبر طيب لنسلم هذا الرقم صحيح ماشي من هؤلاء شلون جوي شلون اقتنعى هذا كله تركوا على صفحة شي يريدون يا شهادة رايح يأخذون وأنتمشي هاي شهادتهم وبيا سوق وبيا دولة يعترفون بيها كله يقلي على صفحة لكن هذا هل يعفي الجامعات العراقية والتعليم العالي العراقي من أنه الأسوأ هل هذا يعني يجعل العراق غير مستبعد يعني من قوائم جودة التعليم بسبب الفساد والنهب والرشاوة والوضع الفوضى الموجودة العراق جامعاته كلها خارج قوائم جودة التعليم هل هذا يعفيه؟ هل هذا الرقم يعفيه؟ هل هذا الرقم يجعلنا نقول أن الجامعات العراقية والكليات العراقية الآن هي راقية جدا جدا وستة الاف وسبعمائة طالب أجنبي يجول للعراق لأنه المستوى التعليم عالي بالعراق؟ هل هذا تريد تقولونه؟ ماذا كذبة؟ عيب هل تريدون أن تسوقوا لنا صورة كاذبة لوضع مأساوي؟ يعني صورة جميلة لوجه مشوه؟ ماذا غير حقيقة ما مستوى الجامعات في العراق؟ وذا كل يوم كذبتوا كذبة قلتوا ما أعرف من اعترف بنا وإحنا تسلسلنا كذا وطلع هذا التسلسل كلها كذبة وجامعات كلها السجل بالعالم كلها السجل أسماها وعدد الجامعات منكم عدوها أنتم تسلسلوا لأن دخلت كل الجامعات كلها تدخل لكن تسلسلوا لها كمستوى علمي كمستوى شهادة كمستوى تعليم كمستوى مناهج خريجين مستوياتهم هذا أسوأ شيء وانتم خارج جودة التعليم وخارج قوام جودة التعليم هذا واقع الحال فبالتالي 6700 طالب أجنبي هؤلاء الآن نسألكم مين جود من أي دولة؟ من يا بيت؟ ما عنده بخت ولا حظ يبعث ابنه حتى يدرس بالعراق؟ وهذه المقاعد يعني على حساب من؟ وعلى حساب العراقيين على حساب أولادنا من البصرة من العمارة من الكوت من الناصرية من الموصل من مين متشان؟ من هؤلاء العراقيين 6700 مقعد ضطوهم وضع سيء من أسوأ ما يمكن يعني تقرير اليونسكو في عام 2023 عن التعليم في العراق العام الماضي صدر يصدر سنويا تقرير اليونسكو منظمة معنية بهذا الموضوع منظمة ثقافية وتعنى بالثقافة وتعنى بالعلوم والفنون فهي معنية بالتعليم فتصدر تقرير هالسنويا عن التعليم في العراق وإذا بها تقول يعني يعاني جملة من المشكلات والتعليم في أسوأ حالاته وتحدث عن انتشار الرشاوة الفساد وضغوط تمارس سياسيا واجتماعيا على الأساتذة وعلى الكليات بنى التحتية متحرية لا توجد صفوف لا توجد قاعات للمختبرات المساواة بالفرص غير موجودة بنى التحتية تحدث عن بنى التحتية مدمرة موازنات فقيرة تبحث في الموازنات والطرات موازنات الموضوع للتعليم لا تساوي شيء هذا كل طبعا تحدث عن كوادر غير كفوء لقيادة القيادية لقيادة التربية والتعليم وخاصة التعليم العالي غير كفوء أساتذة بتخصصات مختلفة غير معنية بتخصصات لا تساوي شيء أكاديميون عراقيون شيء خسروا نقاط كثيرة نضمنها ربما ست نقاط ربما نعددها الآن بالمشاكل التي يعاني منها التعليم العالي الآن ويقولوا لي 6700 طالب أجنبي جو يسجلوا حتى يروجون لصورة أخرى والناس تعتقد ان التعليم العالي في العراق فالقضية كبيرة وهو في أسوأ حالاته الأكاديمين العراقيين خلوا نقاط عديدة وقالوا بتدخلات سياسية وعشائرية طبعا تضغط على الجامعات وعلى الكليات وعلى كل شيء وهذا واقع حال انتماج حزبية الطلبة والأساتذة هي التي تتحكم بكل شيء هذا من فلان حزب وهذا من فلان تيار وهذا من فلان قوى حاكمة لا يحد يستطيع أن يتحدث معكم وهذه تبدأ من رئيس الجامعة ونزولا إلى الطالب ونزولا إلى الفراش الذي يقف بأي بسم بالكلية الرسائل والبحوث الجامعية تحدثون مجموعة من العقول العراقية تحدثون عن الرسائل والطروحات والبحوث الجامعية التي يفترض أن تكون مواكبة للمجتمع وتبحث عن مشاكل المجتمع وتقدم خدمة للمجتمع تحدثون عنها لا تساوي شيئا ومن يساوي منها شيئا غير مطبق ومهمل فبالتالي لا لا لها قيمة لا لها أي قيمة وكلها منقولة وكلها واحد ينقل من الآخر مشكلة كبيرة البنى التحتية تحدثون عن البنى التحتية متهرئة منتهية يعني قاعات دراسية مختبرات غير موجودة مصائب كبيرة يتحدثون عن مناهج قديمة لا تواكب التطورات العلمية في العالم مناهج متخلفة يتحدثون عن التعليم الأهلي ومصائبه واللي يعتبر منافس وهو مجرد يعني مجرد عملية تجارية مجرد صفقات تجارية لإنشاء جامعات وكليات تجار ينشئون لأجل كسب ومبالغ كبير والطنشة هايد من أجته من ضمنها كلية الطب مع الأسف الشديد هذه كلها يعاني منها هذه كل الأمراض يعاني منها التعليم العالي ويجينا نتحدث لنا عن 6700 طالب أجنبي يسجلوا يريد أن يخدعنا يريد أن يخدع العراقيين ويصور أن التعليم العالي بالعراق في قضية كبيرة التعليم العالي وما لا علاقة بنظام سابق من تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003 كان التعليم العالي ربما حتى سنوات الحصار نعم خفض مستوى التعليم كان ضغوطات على الحياة الاقتصادية كانت أثرت كثيرا نعم لكن قبلها كان مستوى التعليم من أجمل ما يمكن كان الطلبة يجون من كل العالم ويتفاخرون أنهم خريجين جامعات والكليات العراقية ويقبلون في أي أماكن يعني كان خريج الجامعة العراقية من الأطباء من المهندسين يذهب إلى أوروبا بمجرد ما يعرفون شهادة قد صدرت من كلية عراقية يقبلونه يقبلوا بالماجستير والدكتوراه ويقبلوا بوظائف كبيرة لأن عراقي هذا جاي من جامعات رصينة هكذا كان التعليم هذا مستوى هذا ما لا علاقة نظام سابق ونظام لاحق نظام جمهوري ملكي ما لا علاقة واحد وعشرين سنة كان ممكن تصنعون تجربة من أجمل ما يمكن بهذه الفلوس الموجودة بهذه الكفاءات الموجودة بهذه العقول العراقية الموجودة لكن أنتم ما جئتم لكي تصنعوا شيئا جئتم لكي تكذبوا على الناس ستة آلاف وسبعمائة قالبة أجل وأعود مرة أخرى إلى القصة التي شاهدناها وشاهدوا واحد من المسؤولين في أحد الدول الرموب بسلة القمامة يحتاجون كل هذه الحكومات أن نرميها بسلة القمامة لأنها تكذب على الشعاب تحاول أن تزور الأمور تحاول أن تعطي صورة غير حقيقية وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة